أكيد أحنا أسعد باستضافتك هاجر معنا صباحة اليوم خاصة أنه كلنا رنسناه في العرض الأول لفيلم طيارة الصفراء كنا سمعنا عليه من قبل كان لكم لقاءات حكيته نوعا ما بشكل خليني نقول بسيط على الموضوع والناس ما زال حاب تعرف أكثر على هذا الفيلم يلا إليكي الكلمة خبرين على هذا الفيلم نروحه درجة بدرجة نعم صحيح أنتج الفيلم في إطار احتفالة ستنية الاستقلال يعني من المنتج هو المركز الجزائري لتطوير السينما تحت إشرف وزارة الثقافة ومن بين أكثر من مئة مشروع أودعت على مستوى لجنة القراءة أختير منها 11 عشر مخرجين ومخرجة واحدة لهذا الفيلم قلتها بكل فخرة ومخرجة واحدة صحيح وكذلك اخترت ستة أفلام وثائقية فعلى هذا أنا الفيلم طيار السفراء استقريت على هذا الموضوع وهذا العنوان لأنني نقدر نقول عندي ككل جزائريين أعتقد أننا لدي قصة مع هذه الأغنية اللي هي اليوم وصلنا فتورات تاريخي شعبي أصبحت موروث لكل جزائريين ما كانش عائلة ما يعرفوش فيها الأغنية وكلمات الأغنية الولدة تعي أساسا هربت تحت قنابل طيار السفراء القصة التي أطرت فيها أنه عندها كانت وهم يهربوا عندها عمتها كانت لفداء بيبي رضيعة على ظهرها على بعد أمتار الولدة توفت كان سقط من ظهرها البيبي هذا البيبي رهي عايشها إلى يومنا هذا خلت يمين نحيها وحبيت يعني صحيح أن الفيلم ما ترقش إلى القصة الواقعية الحقيقية للطيار السفراء ولكن في إسقاط بطريقة نقول دكية ولا شبتيل نحكي أنا على كما فقدت عائشة أخوها إبراهيم تحت قنابل طيار السفراء مؤلفة كاتبة الأغنية كما جميلة في فيلم طيار السفراء فقدت أخوها ولكن ليس بنفس الطريقة كان له قضاء آخر وأنود خودستان على هذا يعني هو اليوم هذا الفيلم حبيتوك تكريم لكل إمارة جزائرية عانت الفقد والحرمان أيام الاستعمار الفرنسي يعني أيما فقدت أب أخذ زوج كل جزائرية عانت الفقدان والحرمان أكيد حكيت لهم باختصار عليه ولكن خليهم يشوفوا هذه الصور هكذا بيش يتعرفوا أكثر على الفيلم ويشوفوا الومدى الإشهارية لفيلم طيارة السفراء وراجعين يلا يجيوا يتفرجوا أكيد أكيد بالنسبة للكاستنج كان عندي صحيح أسماء ما شاء الله عليها معروفة وكبيرة أمثل سيد أحمد دقومي القدير اللي يلعب دور والد الجميلة البطلة سهيلة معلم الفتيحة السلطان كما شفنا نورا براح نصر الدين جودي عندي من المسرح شابين شفناهم نعم جدد سوهي بن زرقا وهيشام عبد الفكتاح عمد دين سباطة وعندي الأطفال الصغر اللي هما كي جميلة وأخوها يكونوا صغر يعني الكاستنج هذا ما كانش ساهل باش نصيب الشباه وكله ولكن الحمد لله أحبي تبركنا في الكاستنج أني ندير هذا الجسر بين أسماء قيمة أمثل سيد أحمد سهيلة والأسماء الجديدة كما الأطفال يعني اللي في وقت التصوير كانوا تعاملوا مع بعضهم بطريقة أكثر من رائعة جميل جدا وأيضا حاولت في عنصر أساسي أني أجمع بين مختلف الوجوه من مختلف مناطق الوطن في تعبيرنا عن أن الثورة الجزائرية كانت ندارت وطنيا جميل جدا حاب نحكي أيضا على الزاوية اللي تناولتي منها هذا الموضوع من أي زاوية شفتي هنتي زاوية تقصد في السيناريو ولا في الإخراج في الإخراج تليفزيوني الإخراج طيب أوكي تليسينمائي سينمائي عفوا أنه فيلم سينمائي حقيقة نعم نعم في الإخراج سينمائي حاولت في الفيلم ونظن إن شاء الله يا ربي يوصل للجمهور أني أعكس كل مرة في كل مشهد حقيقة مشاعر وأحاسيس الفنان تاعي والبطل الممثل تاعي في هذه اللقطة وش راهو حاب يوصل وش راهو يعني كاين سرد سينمائي عتمت عليه من خلال أحيانا كفاش نقول بدي ترانزيسيون فيزيول خليكم تكتشفوه مع الفيلم أعطينا أكثر تفاصيل لأنه مشاهد الكريم ما روح يجي غدوى إن شاء الله روح على موعد مع العرض الأول لهذا الفيلم غدا تفاصيل ما نقدش نمائي يعني تاع العرض أكيد ولكن نقول في قاعة ابن زيدون غدا على الساعة السابعة مساء برياض الفتح يلا نحكي أيضا على الإمكانيات التي توفرت لإنتاج هذا الفيلم اللي شفنا صورة جميلة جدا وحتى الصوت كان واضح جدا حتى الناس ربما أغلب التعليقات اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا يركزوا على جودة الصورة والصوت مع أن لا كاليتي اللي طلعت بها الصورة على المواقع لا رهيش لا كاليتي الحقيقية للفيلم إن شاء الله هي رح تكون أحسن بكثير الفريق مئة بالمئة جزائري وكلهم شباب هذا وش كنت حاب نطرع عليك سؤال لكن سبقتيني نحكي على الكاست ربما التقاني اللي كان حاضرا معكم عندي لوران غيرنيون اللي هو الموثل والفرنسي اللي لعب دور الكابيتان وعندي لسرجان اوسي عنوط سيتام بتيرول نشوفوه من بعد في الفيلم أحليله فيلم كنا نحكي لك كلنا نحكي على التقاني الجانب التقاني تقاني قلت لك مئة بالمئة فريق جزائري شاب محض يعني ونقول لك لو كان ماشي كيفاش نقوله تضامن اللي خدمنا به هذا الفيلم بالقيمة المالية استدغلي كانت ربما ما نقدرش نوصل بهذا النوع من كل الجوانب من ناحية الإمكانيات المتوفرة في الفيلم يعني من كاستينج من ملابس من ديكورات من تنقلات من سيارات في الخارج والفيجورات يتوسع إلا بتضافر الجهود تا الفنانين والتقانيين لأنهم ندروا معايا كما يقولوا دي زيفور كبار تحدي بشو سبوا هذة النتجة الحمد لله قدرت تصول النتجة تحدي تقنية اللي خدمنا بها يعني نظن أن الفيلم بالتقنية اللي فيه يقدر يكون فيها كيفاش نقوله انترنسيونال معايير عالمية عالمية جميل جدا يلا نروح إلى أماكن تصوير لخيرتها في هذا الفيلم وين كان تم تصويره ناس بزافت سقسي هاديوين هاديوين تميزة الأماكن يعني بين سنتوجان العاصمة سيدي فرج لجسد فيها تكن العسكرية الفرنسية دوودا قلعة لأنها حافظت على الوستيل كولونيال هذاك اللي مازال نصيبه حتى لليوم كيفاش تم اختيار هذا أماكن بدشرة أفير كيفاش تم اختيار الأماكن بما أنه الجزائر كلها أماكن تاريخية نعم تروح تقدر تصور نعم سنتوجان بالنسبة للوالد جميلة والمهنة تعوه ما زال ما نعرفوهاش ما تبنش في البندانوس سيفة إكس بري دونك نشوفوها من بعد يعني في مفاجآت يعني شو وقتين نعم سيدي فرج بالنسبة للثاكن العسكرية هي لباتيس ألمة ما لي تخيجوا لي وتبان أنها بناية قديمة وكلو وبما أني كان عندي ديبلون بلا لومة لابي هنقول ولو أنه في المقاصر فاستعملت لالومة الاستيديكام الترافلينك سيركولير كاريما اللي ديتهم حتى للدشرة اللومة اللي طلنا علىها حتى الجبل في الدشرة حقيقة بجهود عميك أمبغاد دوز متر يعني فهذا هو يعني إن شاء الله تدرك كل هذه الإمكانيات إن شاء الله يشوفها المشاهد غدوة يشوفها المشاهد في الطاعة العرض ويتفعل مع الفيلم ويانا الإعجاب إن شاء الله يا ربي ما تشوفيش ربما بما أنه جسدته في فيلم قاصر هذا الشي ربما يخليك تنساي بعض الحقائق بعض النقاط اللي كان لازم ترقي لها في هذا الفيلم ما ربما يعرضك نوعا ما إلى بعض الانتقادات اللي ربما أكيد رح تجيك بعض العرض أو عرض الفيلم والله سؤالت عك رائع نقول لك لأني أنا أساسا وأنا أقدم هذا الفيلم لللجنة كتبت موضحة أن اختياري للفيلم القصير واستقراري على طيارة صفرك فسا خيالية كان يعني مدروس لا إلا أفقد جزء من نضال وحقيقة النضال المناضي لهي أو أي مناضي الجزائري حقيقي اللي شارك في الطورة في الفيلم القصير والقصة الخيالية لأن لو كان عندي فيلم طويل 40 دقيقة ولكن لو كان باش ندير قصة حقيقية المجاهدة حقيقية أو مجاهدة حقيقية ما كنتش نقدر أنا نختزل كل نضالاته في فيلم قصير لكنت عملت فيلم طويل على هذا يعني إجابتي واضحة رايي والده منذك يلا نحكو أيضا على الانتقادات اللي لازم تكون تكون هل أنت مستعدة بأنك تتلقى هذه الانتقادات باش تجاوبي عليها؟ أكيد بكل صدر رحب لأنه ربما كاين بعض الأشياء على بالي أنا ها كاراني نهدر معاك على بالي في وين رايحيني سقسوني نضن ربما كاين بتدخلي وصلوا رسالتي وكاين بتدخلي رايحي سقسيني وإن شاء الله نجاوبوا نتعرفوا على كل الجوانب بالاختيارات الفنية حتى ألوان الفيلم وكاين تشوف كل الفيلم عندي لونان فقط عندي الأصفر والأخضر لماذا خيرت هذه اللوناني؟ البالت دو كولور تخيط خيز امبورتان بو راكوتي من فيلم بسكو انفات لكولور راكوتي من إسطار بالنسبة للقساديالي كل ما هو بالنسبة للأطفال الصغار دكريات جميلة رح تكون غالب عليها الأصفر لأنه الأصفر في السينيما هو اللي رايح يحكي واللي يتطرق إلى الجانب اللي سوفنير يعبر يعبر على دكريات الأشياء دكريات الأشياء الجميلة فيه سعادة الأصفر ولكن الأخضر نقوله نقدرون نقوله هكذا هو اللي يحكي عن المأساة والمعاناة فيه حقيقة جميلة بعد ما عرفت وفاة أخوها يعني اختيار دقيق وكله يدور على هذا الألوان يعني أساساً والله هنقدرون نقولها ما كنت نسمح ولو بسيالة حمراء أو زرقاء أو بنفسجية فوق الطاولة حاولت يتحكمي في كل دقة تفاصيل باش تخرج الصورة كاملة ومكبولة تصوير أحمد تالانتيكي تنحييه اليوم حقيقة دار عمل إبداعي في الصورة يلا نرجع إلى نقطة أخرى نحب أن نطرع عليك السؤال وهي الصعوبات التي تلقتها أثناء تصوير هذا الفيلم نعرف أن كل فيلم أو كل عمل يلقى صعوبات نوعاً ما من جميع الجوانب ماذا هي الصعوبات التي تلقتهم أثناء تصوير الفيلم يعني كانت صعوبات خاصة نقدرون نقول بون لامتيو هذه الغالب ماشي في يدنا لأننا بعد تصوير أسبوع من المشاهد الداخلية كان بقنا فقط المشاهد الخارجية وكانت قعمة تحتشتاف الأول ولكن هذا كل وقت ما حبستشتة قريب دو سمين اللي حبسنا توقفنا فيها أساساً وكان عندي تصوير مضطرين مضطرين نعم وكنت مربوطة بدي ديلي أكيد مع لونجاج منتعي مع وزارة تقافة والفنون والمركز الجزائري لتطوير السينما نشكرهم اليوم على دعم الفيلم والأفلام الأخرى وتشجيع السينما أساساً فبعد هذا كنا تنقلنا لأفيرو لبرج بوري ريج لمدة ستة أيام وكارجعنا كان عندي الممثلة الرئيسية سهيلة نحييها سهيلة معلم كانت فقدت الجدة حالية كما أمها فأضطريت أيضاً نعاودوا نوقفوا التصوير وفي كل مرة نوقفوا لازم الماتيريال يعاود يدخلوا وبعد يعاود يخرج ستة أورغانيزاشون الزاكتور التكنيسيين بالنسبة للقيمة والميزانية الحمد لله نستطيع أن نستطيع بتدفع الجهود جميل يلا باش نفتحوا قوس أيضاً نحب دائماً أن الأعمال الجزائرية تكون حاضرة في مختلف المهرجانات الدولية والعالمية هل تتوقع أنه هذا المهرجان اللي راح تشاركي به في مختلف نخلي نقول محافل والمهرجانات اللي تشهد غياب نوعاً ما من طرف الأفلام الجزائرية والمخرجين الجزائريين نتمنى ودائماً نشوفهم على السجاد الأحمر صحيح هدف كبير هدفي وهدف الفريق كله أننا نوصل بهذا الفيلم إلى مهرجانات دولية لملا هو منتج بمعايير يعني دولية راح يكون في المنافسة في مهرجان عنابل الفيلم المتوسط إن شاء الله إن شاء الله قريباً قريباً بحول الله شهر أبريل نتمنى وأنه كما يقولون متفائلة جداً إن شاء الله هذا على المستوى الوطني جداً على المستوى الدولي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أنه يقدر يوصل إلى مهرجانات ذات قيمة إن شاء الله طيب وشنو هي ربما الأسباب لتخلي غياب السينما الجزائرية على مختلف المهرجانات رغم أنه السينما الجزائرية قوية وراية تنتج مؤخراً بمعايير عالمية إلا أنه بعض الأفلام تستاهل تكون في بعض المهرجانات ولكن ما نشوفوها إشهر أسباب في رايك انتية كموخيشة ربما هم ممشي نفس المعايير تقنية الليحنا نشوفوها مليحا يشوفوها في الخارج مليحا ربما كان نقطة وكين شيء مهم جداً هو اللوبيينج لأن المهرجانات الكبيرة عندهم سيتانو بيينج سيطوت إن ستركتور دو صور بلاسي انفين فيهما مهرجان كبير ويكون وراء الناس اللي دفوع وربما كين مهرجانة تشترط عليك يكون عندك كو بروديكتور إترانجي دونك كين بعض المعايير اللي أيضاً تتحكم في هذا الشيء يعني دائماً ما تكون كما قلت معايير مختلفة في العالم ربماً ما تساعدش المنتج الجزائري ولا الإنتاج الجزائري باش يدخل في هذا المسابقات فالجمهور أكيد دائماً ما يسأل وكين أفلام دخلت مسابقات ونالت جوائز وشرفة الجزائر يعني كذلك يلا من بين الأفلام الجزائرية الأخيرة اللي تشوفها ربما في المستوى ولازم تلقى الدعم ولازم توصل للعالمية خليني نقول للدول العربية من غير طيارة صفراء اللي أكيد رح يكون لديه دعم إن شاء الله شكراً تشوفها خاصة أنه كما قلت فيه نشاطات للمخرجين زملاء والناس رهي ربما دائماً ما تحاول تكون متواجدة على الساحة السينمائية لنقول لك على الأفلام اللي فاتوا شفنا يعني كينا شفناهم الدو جوائز واستهلوا فيلم ماسكا غاد لليا سالم كنت شاركت فيه في كتابة الحوار في سيناريو فيلم ياسمين شويخ إلى آخر الزمن كان تاني رائع صح وتحصل على عدة جوائز فيلم هليو بوليس فيلم رائع كذلك اللي جفر قاسم الأفلام الأخيرة يعني مش نقول ما زال مشتش آخر لإنتاجات ربما في سينما ولكن نبقى طموحة أننا عندنا أسماء قيمة لمخرجين كبر جميل جدا أنه تكون لك إجابة بهذا يعني الطريقة العفوية خاصة أنه نشوفون ناس بزاف تحب تحب تحرب من الإجابة ومعلى باليش ومش تشخاطيني إلا أنه هاجر اليوم فضلت أنه تجاوب وتكون صريحة أكيد صريحة ومخرجين هدو كمن نعرفهم يعرفوني مليح وصرحتي معروفة دايما يلا نرجع واشي إلى الفيلم مش نحكو على السيناريو شكو اللي يكتب السيناريو وكيفاش كانت لحبك على السيناريو السيناريو كتبت إلى أنا أدو بالله مكلمة أنا إلى جانب كاريم خديم اللي عندي تجربة قديمة معاه في الكتابة وفي العمل مع بعض أنه أساساً هو كان كاتب مسلسل موعد مع القدر من إخراج عفر قاسم أكيد موعد مع القدر لأنه علاقة مع الجزائريين تاني أكيد فقاتلنا معه أنا كنت عندها سنوات عديدة كنت مساعدة لإخراج في المشروع مع جعفل فلا دونك الحبكة كتب الفيلم بالإحتماد على الفلاشباك كينا عدة طرق لكتبت السيناريو احنا كتبنا وقت راهن لهذه الفترة فلاشباك وقت راهن فلاشباك مما أعطني الفرصة أني أستعمل دي ترانزيسيون قلت لك مكفش نقوله بالعربية دي ترانزيسيون وفيزيال وصونور أنا نظن أنها زادت في الفيل نخلوه نكتشفوها أكيد ركيت شوقي فينا أكثر فلاشبت بزاق فرقريب تخرج كيف مشكلة في الفيل يلا جميل جدا لأن المشاهد أكيد طبعو يحب نجاوبها على مختلف التساؤلات فما أليا غير نسق سيك شكرا يلا فالختامة ربما كلمة تحبي تقولي هل كل الناس اللي رأي تشوفين تعود يتذكرهم بالموعد للبث الأول أو للعرض الأول لفيلم طيارة الصفرة اللي أكيد أكيد رح نكونوا حاضرين من أجل المشاهدة خاصة أنه نحبوا دائما نكونوا سباقين لمشاهدة هذه الأفلام التاريخية اللي طروي تاريخنا كجزائريين وصلت الضوء على بعض القصص من التاريخ واللي عشناها كلنا واللي عشوها جدادنا ولي حكوها أنا شكرا كميرات أكيد سعد جدا بتواجدي معكم حوار حقيقة نشيق معك المشاهدي قناة الشروق نضرب لهم موعد نقول لهم إن شاء الله غدا على السابعة بقاعد إبن زايدون العرض الشرفي الأول لفيلم الطيارة الصفراء بحضور جميع الفنانين وجميع الفريق تقني ويعني عدد كبير من الفنانين شكرا لك تحية لك جددها ولكل المتفرجي قناة الشروق وإن شاء الله نعودوا نتلاقوا بعد الفيلم أكيد باش نحكوا عن الفيلم أكتر يلا باش من نواك ما تقولين ناشح حاجة جاوسنا وهو شوفوها جوب على كلش يلا مشاهدينا الكرام تمام الساعة التاسعة بتوقيتنا